مساء الخير هل تعلم أن العائلات المالكة الأوروبية هي من أصول واحدة؟ ألمانية دنماركية بعد ثورة الفرنسية سقط النظام الملكي كحاكم مطلق في كل أوروبا منهم من قتلوها منهم من نفية ومنهم ما زال في الحكم بطريقة دستورية حفيد ملك سربيا ميشيل ديوغوس لفي يحدثنا عن العائلات المالكة الأوروبية وعن ديوك أدنبيرغ الأمير فيليب زوج المالكة إريزابات الذي تربطه به قرابة من العائلات المالكة اليونانية الملف الثاني لهذه الحلقة هو عن انتحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتأثيرها على السلام في منطقة آسيا الصغرى والشرق الأوسط نحاور في هذا الموضوع السيد نورالا سيلاب كبير مستشاري رئيس اللجنة العليا للمصالح في الفقرة الثالثة كتاب جديد يصدر بالتعاون مع الأمم المتحدة حول تجربة النساء في الانتخابات البرلمانية اللبنانية عام 2018 ونصدف الكاتبة والباحثة حليم قعقور ماذا بقي من موروث العائلات المالكة الأوروبية؟ ما هي العلاقة بين العائلات الحاكمة والعائلات المخلوعة؟ الامير ميشل دي يوغسنبي بايفونا وياندم إلينا من إمارات منقو موسيقى 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 أهلا . نحن مهتمون كثيرا والمشاهدين أيضا بالعائلات المالكة الأوروبية ونعرف أن الجذور هي واحدة في كل البلدان الأوروبية يعني العائلة هي واحدة هي ألمانية دنماركية أولا أريد أن أعرف إذا هذا صحيح أو إنها إشاعة حسنا إذا ما عدنا إلى التاريخ نحن نأتي جميعا من المكان نفسه ولكن في أوروبا هناك عائلات من أصول فرنسية أو ألمانية وطبعا هناك عائلات من جذور أو أصول روسية طبعا كان هناك زيجات بين مختلف العائلات ومن هنا القاعدة الجرمانية بينهم وطبعا هناك طبعا عدد أو اختلاف كبير وتنوع في هذه العائلات جدك حكم سربيا متى زرت بلادك لأول مرة هذا طبعا سؤال مثير للاهتمام بالفعل لم نتمكن من ذهاب إلى هناك إلا بعد اختلاف بعد اختلاف النظام أو غياب النظام الشيوعي وطبعا هذا لم يكن منذ وقت طويل ثم عدوا إلى هناك بعد طبعا أن كانت هناك تنظيم لمراسم جنازة عند وفاة جدي في عام 2013 فقط وطبعا هذا الأمر يبعث السرور للعودة إلى سربيا نعم إذن أنت لم تزور سربيا حتى الآن هذا ما فهمت نعم كبرت في فرنسا وطبعا لم يكن يريد جدي أن نتكلم عن يغسلافيا كنا في المنفى وكان خائفا من أن نعد جواسيس لنظام الشيوعي وغوريم سيربسكي هذه طبعا اللغة لا أستطيع أن أنطقها بشكل جيد وممتاز كنت أذهب إلى بلغراد كل شهرين للتنزه والتعرف إلى المكان وكان ذا شيئا مطيرا للاهتمام بالنسبة لي كأنني كنت أملأ الفراغات في نفسي بتلك الرائحة وتلك الروح في بلغراد وطبعا كنت أرى المعالم المهمة التاريخية الشوارع التي قيل لي أن هذه المحطة في هذا الشارع هي جدتك التي ساهمت أو كانت موجودة في زيارات رسمية عندما تم إنشاء هذه المحطة على سبيل المثال رأيت معلما في توبولا حيث دفن عدد كبير من أعضاء العائلة من عائلات يوجوبيتش وطبعا زرت قصرا حيث يسكن قريبا لي كان أمرا بعت فيه الكثير من العواطف أن أعود لأعيش هذا الماضي الذي لم أعرفه قط وأن أحاول فهم كيفية عيش سكن وتصرف أسلافي وأسلافهم في بلد كان بلدي ولكن في الوقت عيني هو غريب عني تماما طبعا إنها خبرة مهمة بالنسبة لي أن أعيد هذا الاتصال بجذوره هل لديكم يعني مازال ممتلكات وقصور أممت من الدولة وماذا حصل بعد سقوط النظام الشيوعي هل أعاد إليكم بعد الممتلكات حسنا نعم استعدنا بيتا لجدتي كان ملكا لجدتي في بلقراد اشترته عام 1941 وتمت إعادته لنا منذ أربعة عوام ولكن الأمر اقتصر على ذلك ثم كان هناك القصر الملكي حيث يقتن سيد العائلة وهو قريبي هو طبعا هذا القصر ملك له ولكن أيضا ما زال يعد ملكا للدولة التي تسمح له بأن يعيش في هذا القصر ولكن هذا كل ما هو الأمر عليها في سلوفانيا كانت لدينا أيضا بعض الممتلكات ولكن حتى الوقت الحالي لا زالت الحكومة السلوفانيا لا تعترف بإعادة العمار أو إعادة تشكيل النظام الذي حدث في سربيا نعم ما هي روايتكم لسقوط النظام الملكي سنة 41 يعني ماذا كانوا يقولون لكم أنتم أطفال كيف أصبحتم الآن في المنفى كنتم حكام وأصبحتم مواطنين عاديين أنا أقرأ حاليا كتابا نشر من كاتب إنجليزي عن جدتي لقد حصلت عليه منذ يومين فقط وطبعا إنه مثير للمشاعر أن أعود وأرى هذه الصور لجدية في بلغراد طبعا هناك أرشيف ضخم بشأن هذه المسألة وانظروا هذه الصور لأمير أليكساندر أو الملك أليكساندر والملك ماغي طبعا صور لجد حينما كان حاكما يسرني أن أعود وأنظر إلى هذه القصص التي أعرفها كنت أعرفها بالفعل ولكن من الجيد دائما أن أعيد النظر إليها الأمير ميشيل ديوغوسلافي أنت تتحدث عن جدتك أولغا ديوغوسلافي التي هي من العائلة المالكة اليونانية ونحن نعرف أن ديوغ فيليب دادنبرغ الذي خسرناه في هذه الأيام هو أيضا من العائلة المالكة اليونانية هل هناك قرابة بينكما هل عرفتوا ماذا تقول عن هذا الموضوع نعم؟ بالفعل هم أقرب لأن والد جدة الأمير نيكولا هو قريب من والد الأمير فيليب وطبعا إذن أهالينا كانت على علاقة قريبة من بعضهم البعض وطبعا الجوك أيدي والأمير أخاه طبعا هم أيضا أقرباء والدي ونحن نعرفهم جيدا ونلتقي طبعا وقد قلنا في بداية حوارنا أننا كلنا تقريبا تربطنا علاقة قرابة كما ذكرتم الدنماركيون والألمان واليونانيون كان هناك علاقة طبعا كان هناك زيجاد كثيرة بينهم وطبعا هذا ولد ولد طبعا علاقة قرابة بيننا وبين الأجيال القادمة وطبعا دائما ما تكون هناك دعوات لحضور مناسبات كزيجات أو عمادات أو طبعا هناك أيضا مناسبات الحزينة كالجنازات وأيضا أعياد الميلاد وطبعا هي عائلة كبيرة عائلة ضخمة هل عرفت شخصيا لديوك أدنبرغ وماذا تقول عنه يعني نعم أستطيع أن أقول أن الأمير فيليب حسنا لقد التقيت به مرة واحدة خلال حياتي كلها كنت في كاروس في إنجليترا وطبعا في جنوب البلاد وكنت لحضور كأس أمريكا سكاب طبعا تم دعوتي لمأدوبة غداء وكنت مهتما لمعرفة علاقته بجدتي علاقته بجدتي طبعا التي تكلمت أو تحدث عنه كانت كان الجو منهم وكان هناك الكثير من الأشخاص بهذا النادي حينها ولم يتسنى لنا أن نمضي وقتا كافيا وأن نجري حوارا هادئا بيننا ذهبت مع جدتي لرؤية ملكة بريطانيا التي كانت لطيفة للغاية كانت تتحدث أو تتبادل القصص مع جدتي ولقد ضحكت كثيرا لدرجة أنهما فعليا وقعتا من على كرسيهما كنا جالسين تحت أو في ظل شجرة أتذكر كان ذلك في يوم في يوم كنا صباحا في فندق لاريتش في لندن كنا نذهب هناك كثيرا لأن قريبي ولد هناك وطبعا هناك تم الإعلان عن الغرفة الأرض اليوغسلافية وطبعا كنا هناك في الفندق وكان هناك الملكة التي ذهبت أو أتت شخصيا للقائنا وكنت مندهشا جدا لذلك وكانت مشرقة بلباسها وأنا قفتها وطبعا هذه القبع البريطانية المشهورة مع الريش عليها ومع طبعا وفد الخيل وطبعا كان ذلك مذيرا كثيرا لإعجابي طبعا التقيت بهذه الملكة بعدة مناسبات كانت مناسبات رسمية وليست عائلية وطبعا نلتقيهم ليس بمرات كثيرة ولكن من وقت إلى آخر نلتقي بهم هل بقيت العائلات الملكية غنية أو هل هناك قصص درامية في الشتات في الواقع الحياة مليئة بالمفاجآت طبعا أنتم كما تعلمون العائلة الملكية الروسية تم قتلها كلها وهذا أمر محزن إذا ما نظرتم إلى فرنسا أيضا لويس سادس عشر أيضا لقى حتفا مأساويا كان هناك إعادة وضعا لنظام الملكي ولكن انظروا أيضا إلى جد حينما غادر طبعا غادر مع حقيبة على ظهره وطبعا كل ما كان يملك لعائلته التي كانت ممتلكات مكدسة منذ أعوام بقيت هناك في البلاد الأمر سيان بالنسبة ليغسلافيا هذا أمر محزن نعم قلت عن مصير الملك لويس السادس عشر في فرنسا ولكن أنت تعيش في هذا البلد البلد الذي قطع رأس الملك والملكة من أجل الجمهورية ما رأيك بالجمهوريات وبالديمقراطية أنا أعيش في موناكو وهنا ثمت أمير يهتم كثيرا بشعبه هذا للتوضيح الديمقراطية نعم نعيش كلنا في الديمقراطية ثمت الكثير من السياسيين الذين يرون أنهم لم يجد أسوأ ولا أفضل من الديمقراطية طبعا من الجيد أن يكون لنا حرية التعبير أن نعبر ما يروق لنا وما لا يروق لنا من دون أي قمع حيث الذي كان موجودا منذ زمن أو في بعض الأماكن من الجيد أن يستطيع المرء التعبير عن رأيه أعتقد أن هذا حظا وفيرا لنا نتمتع به ونحن نتقدم ونوسع الآفاق والحدود في كل يوم ما مثلا على سبيل المثال في ألوية المتحدة الأمريكية اليوم إذا ما كنا نقبل العيش في بلد حيث لا تعمل الديمقراطية بشكل جيد طبعا لا تكون الحظوظ نفسها التي سوف نتمتع بها بالتالي علينا مسؤولية وقبل أن نأخذ أي خطوات أو أعمال أفعال قد تكون أو تبدو بطولية أو مثيرة للاهتمام يجب أن نفكر فيما يحدث بعد ذلك وهذه إحدى الأمور التي تتمتع بها الملكيات لأن الملك يبقى على رأس بلاده لفترة طويلة وطبعا هذا يحافظ على الاستدامة أنا أزور دبي في كل عام وزورت طبعا دبي في عدة مؤتمرات وطبعا أرى ما يمكن لطبعا العائلات الملكية أن تعلمه بهذا الشأن كما قلتم طبعا قد لا تتمتع العائلات الملكية طبعا برأس مال مالي دائما كبيرا دائما ولكنها تتمتع برأس مال معنوي كبير جدا وهذا أمر بالغ الأهمية لأن طبعا الفلاسفة والفنانين والبحثون والعلماء كل هؤلاء طبعا يبينون أن العائلة الملكية وجود عائلة ملكية أمر بالغ الأهمية طبعا عائلة جد الإيطالية كانت طبعا تملك القماش الذي لف جسد جسد المسيح حينما صلب طبعا هذا كان ملكا للعائلة لمدة مئات الأعوام وطبعا هذا يرمز إلى هذه القوة التي تتمتع بها العائلات الملكية نعم أنت سنرى أنك من العائلة المالكة اليوغسلافية ولكن جدتك من العائلة المالكة اليونانية وأن والدتك من العائلة المالكة الإيطالية ولديكم أيضا جذور في العائلة المالكة الفرنسية ولكن سؤالي هو أنك قمت وتقوم بزيارة الإمارات ولسيما دبي وأنت معروف بأنك تهتم بالاستثمارات والمشاريع والعقارات هل من مشروع ما في دبي أنا مهتم جدا بهذا الموضوع بكل ما يحدث في بلادكم في الإمارات العربية المتحدة بداية أرى أنه أرى أن ما تم في خلال 30 عاما أمر مدهش إنه بلد الحاضر والمستقبل لقد رأيت المتحف المتحف المستقبل الذي لم ينتهي بعد علما أظن وطبعا إنه جميل جدا ويحتوي على سياق مستقبلي أو طبعا مع كل الرسومات الخارجية والكتابات العربية الرائعة أرى هذا رائعا ثمت رؤية رؤية للشيخ المكتوم وطبعا هذا يبرهن عن العجائب الذي يمكن تحقيقها وطبعا هذا يبين عن رغبة في إخراج أو تحويل الصحراء إلى مدينة وطبعا المدينة خرجت من الصحراء ولن ننسى أن تحت الصحراء هناك نبع نبع مياه طبعا أعتقد أن الصيادين وجدوا ذلك منذ مئات السنين وإكتشفوا أن الحيوانات تذهب إلى هذه البقعة لترتوي الآن نفكر أو يتم التفكير بإخراج أو تحويل الصحراء إلى مكان تزرع فيه الأشجار طبعا هذا رسالة أو هذا درس يتم تلقينه للعالم بأسره طبعا العالم أو الأشخاص الذين التقيت بهم انباهرت بروحهم الإيجابية ونظرتهم المستقبلية وبعلمهم وثقافتهم كنت مسرورا جدا وفي كل مرة آتي بها إلى دبي أمضي وقتا أكثر من المتوقع في هذه المدينة الأمير ميشيل دي يوغسلفي شكرا لوجودك معنا ولأعطائنا هذه الفكرة عن العائلة المالكة الأوروبية شكرا